جولة أولى خلصت من الدوري واختمها كان بخماسية سجلها الأهلي في شباك سيراميكا كيليوباترا كان سيراميكا كيليوباترا وكأن سيراميكا كيليوباترا موعود بتقديم أداء مثالي في شوت واحد بس أمام الأهلي شوت الثاني عينك ما تشوف اللامنور سنائيات وسام وحسين الأهلي بيبدأ الدوري بفوز كبير يملى العين لها للنهاردة كسب سيراميكا كيليوباترا خمسة اتنين في افتتاحية الدوري بالنسبة للأهلي وبالنسبة لسيراميكا كيليوباترا حسين الشحات تقدم للأهلي في دي أربعة وبعد كده أحمد بالحاج تعادل لسيراميكا كيليوباترا في دي أربعة وعشرين من ضربة جزاء يجي وسام وعلي مع نهاية الشوت الأول ويسجل هدف من ضربة حورة غيرت اتجاهها في شباك محمد بسام ويرجع وسام وعلي بعدها مباشرة بس بعد ربع الساعة الاستراحة ويسجل في الثواني الأولى من الشوت الثاني هدف الأهلي الثالث كده حسين الشحات أضاف الهدف الرابع في دي أستين وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الخامس للأهلي بصناعة رائعة جدا من وسام وعلي في دي أسبعين وبعد كده أحمد الكندوسي سجل هدف تاني لسيراميكا كيليوباترا في دي أسبعين فوز في بداية الدوري للأهلي بخمسية حدث لم يحدث من تلاتة وخمسين سنة من تلاتة وخمسين سنة الأهلي ما افتتحش الدوري بفوز بخمسية بنفس النتيجة خمسة اتنين في موسم واحد وسبعين اتنين وسبعين في الدوري الأهلي كسب فريق ضمياط وقتها خمسة اتنين من تلاتة وخمسين سنة نهاردة مارس الكولر كمان بيقرر رقم مانويل جوزيء وهدوكوتي ويفوز في المباراة الافتتاحية في الدوري للموسم الثالث على التوادي أداء كبير جدا من النادي الأهلي وأداء رائع دايما من مارس الكولر تحديدا الشهود الثاني